اشتركوا في القناة القاة الثانية من دورة كينماستر هو طريقة تحريك اي شي بالفيديو مثلا طبعا زي ما بتشوف هاي طابة واحدة بتطلع زي هيك بتجعل زي هيك بدنا نسوي نفتح مشروع جديد ثم بعد ما فتحنا مشروع نختار صورة مثلا انا عندي هان في صور مثلا انا بحط هاي الصورة نفسها من ثم طبعا نكبر هاي نحط طبقا من ثم سطح الفيديو من ثم نختار الشكل اللي عنا مثلا انا اخترت نفس المرة الماضية وهو هاض هاي هيك من ثم نحاول نخفيه بعد هنكبس على المفتاح لحن نرفع فيه شوي شوي هاي طبعا نلفته عشان اكبره نرجع نصغره زي ما كان هاي نمت بحطة نروح لاخر اللي الصورة اللي ركبناها هاي الطبخة طبعا هي زي ما انتم ملاحظين اخر الفيديو نضرب هايك 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 روح نقلل التأثير شوي. طبعا انا حطتها الصح لانه فيها شي ايه قطعة سويها مشان صار ماشي تمام. طبعا رح نصغر المقطع لانه لحظة وصولها لحظة وصول الكرة لوجهه نبعدها بعديها مثلا هاي لحظة حلو. برضو بنرجع نك بس عالفيديو نشينا نسينا شغلة مهمة نحط عالمفتاح من ثم نحرك هايك وضافة من ثم بنرفعها هيك من ثم هان بننزلها نشوف الليت كيف صارت التأثير مع التأثير. طبعا سريع كثير بدنا نبطع شوي. من ثم بعد ما بطقنا لحظة ضرب الطابل او ايش هو. بننحط طبخه من ثم افكت. من ثم الطبخة لطبخة. طبعا هاي ده تكون نكبسها هاي. نحطها للامام وشان نتبين الطابة. تمام من ثم هاذ الافكت. نقول له هيك. ثم نضيفت افكت ثاني. طبعا هديك اللي. الثاني كنت مسوي لها اكس اي ثلاث افكتات. نفس الوقت ببلشو. من ثم انا نمسك الطابة. هادا. مسكنا الافكت. نرجع نمسك الطابة. نحط الى الامام. هيك صارت. بس راح نسوي احنا ثالث افكت. طبعا اختياري عدد الافكتات. كل ما زاد عدد الافكتات زاد تأثير انه الضربة. فمشان هيك. مثلا انا هاي هيك الى الامام زي ما حكينا. وبصح. زي هيك. نبلع شنشوف. هاي الفيديو تمام تمام. واجه الوقت لانه نودعك وكان معكم محمد عفوط من قناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.